اللعن هو الإبعاد والطرد ومنه سمي الذئب اللعين اللعين من أسماء الذئب لأنه يطرد دائما خشية منه كما يطرد الكلب فسمي اللعين وسمي خيال المآتة أو ما يعرف اليوم بالفزاعة خيال الحقل سمي أيضا باللعين الذي يكون على هيئة إنسان اسمه اللعين لأنه يطرد الطيور والجوارح وأشياء مثل هذه على كل حال اللعن هو الطرد اللعن هو الطرد والإبعاد ورجل لعن أي يكثر إي لعنه ويلعن كثيرا ولعن يكثر أو يكثر اللعن يلعن كثيرا لعن أما اللعن فهو الذي يلعن كثيرا على كل حال طيب وأما هي فبإتيانها ما أتت بإتيانها ما أتت إنما تجلب على نفسها غضب الزوج وغضب الأهلين وغضب الناس الشورة فهكذا قالوا على كل حال الذي اتجه لي أن اللعن أشد من الغضب أن اللعن أشد من الغضب من أين للسادة العلماء أن الغضب أشد من اللعن؟ قالوا لأن اللعن نتيجة الغضب فالله تبارك وتعالى إذا غضب لعن هل بالضرورة أنه إذا غضب يلعن دائما؟ لا قد يغضب ويعذب بعذاب دون اللعن دون اللعن والعذاب واقع في حق الموحدين حق المؤمنين في الدنيا والآخرة في الدنيا وفي النار ومش بالضرورة أن يكونوا مطرودين من رحمة الله أما اللعن فهو شيء فضيع مفضع والعياذ بالله هو طرد من رحمة الله ربما من شاء الالتباس أو الاشتباه أنهم قاسوا هذا الغضب وذاكم اللعن على غضب ولعن البشر فمن لعنه ملك من الملوك قد يخرجه من مملكته لكن له في الممالك الأخرى متحزل ومتقيل له فيها متحزل كما قال الشنفرة وفي الأرض منأ للكريم عن الأذى وفيها لمن خاف القلة متعزل له متعزل في الممالك الأخرى لا لا لكن ليس كذلك لعن الله لأن الله إذا لعن بمن يلوذ الملعون بمن يلوذ انتهى ليس له مساغ ليس له موضع ليس له أحد يلجأ إليه اللعن الشديد ولذلك أيها الإخوة ولو تأمننا من هو الأشهر من بين خلق الله بلا ترد ستقول إبليس الشيطان بالله هل وصف في القرآن في آية واحدة بأن الله غضب عليه ولا مرة ولا مرة الغضب ذكر في نحو 34 مولدا في كتاب الله تبارك وتعالى بشتى تصريفي بما فيه حتى مغاضبا عن يونس 34 مرة لم يوصف الشيطان مرة واحدة بأنه مغضوب عليه أو غضب الله عليه لكن موصف بماذا باللعن لعنه الله في سورة النساء وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين وإن عليك لعنتي وهذه هي الموضع الثلاثة فقط التي لعن بها إبليس ثلاث موضع باللعن وليس بالغضب فأعظم الخلق جرما وأفحش الخلق إثما جوزة بماذا باللعن فلا جرى مكان اللعن هو الأشد من بين وجوه العقوبات الإلهية اللعن وليس الغضب الغضب قد يقتضي اللعن وقد يقتضي ما هو دون اللعن وليس كون الغضب منشأ لللعن مما يرجح أنه ماذا؟ أنه أشد من اللعن لا لا أبدا باللعن أشد باللعن أشد وإذ قد ترجح لنا هذا والله تبارك وتعالى عنده العلم والحكم فلما وصف الزوج الملعن في حال كان كاذبا فيما رمى به زوجه أوعد باللعن وأوعدت هي في حال كان صادقا وكانت هي الكاذبة بأن أكذبت وأو كذبت بالغضب وليس باللعن وهو أهوى في ترجيحنا لماذا؟ هذا يعرف أيها الإخوة باعتبار حالهما في حال الصدق كيف؟ وخاصة الزوج الملائم يعني لو كان صادقا والثابت في علم الله أنه رأى زوجه تواقع الفاحشة والعياذ بالله وليس له شاهد إلا ما رأى بعينيه فقط ليس معه شهود وكان صادقا بالله عليكم ما تعطيه الشريعة خاصة بروحها ومقاصدها ما تعطيه الشريعة ترجيح الفضيحة ومن ثم الملعن أو الستر ستقولون الستر حتما الستر حتما الستر سواء أكانت قريبة منه اللحم ودمه أم وهذا في أغلب الأحوال بعيدة من أجنبية سترا عليها وعلى قبيلتها وعشيرتها وأهلها على أبيها وإخوانها وأخواتها خضية الشرف خضية كبيرة في المجتمعات المسلمة بفضل الله تبارك وتعالى ناسأل الله أن يعززها ويؤكدها مهم الشرف والعفة ثم بعد ذلك له أن يتسبب بطلاقها بما شاء شعي لا ترغمك أي أن تبقى معها ولا أن تبقي عليها أستر عليها قليلا ثم احتل ومن تحيل احتل كما تقول العرب ثم احتل على فراقها بما شئت فارقها وظل ساترا عليها أليس كذلك؟ هذا أفضل لكثير وأجره من أعظم الأجر ولعله بمثابة إحياء النفس لعل أجره بمثابة أجر إحياء النفس التي استحقت الموت التي استحقت الموت ولست أشير إلى عقوبة الرجم هنا إنما إلى معنى آخر أوسع إن شاء الله تعالى لكنه لم يفى لكنه لم يفى الآن السؤال السؤال في المقابل هي في المقابل هي حين ترمى بهذه الفاحشة عن صدق الله عن كذب هل لديها مندوحة؟ نحن أعيننا الآن أنها ثمت مندوحة للزوج الزوج عنده مندوحة للعكس والشريعة تحث على ركوب هذه المندوحة أستر وفارق بعد ذلك بما شئت أستر أستر شيء عظيم جدا جدا الله يحبه ستير يحب ستر لا إله إلا هو وهو أعظم ستير وأكبر ستير لا إله إلا هو كان أمامه مندوحة أليس كذلك؟ كان أمامه مندوحة ومندوحة واسعة يضبط أعصابه يستر ثم يفارق في الوقت المناسب لكنه لم يصطنع هذه المندوحة وآثر أن يفضحها وأهلها وولدها رضيحة لأولاد والبنات إيش عجيب بصير يا أخي أليس كذلك؟ ولذلك توعد الله الكاذب في هذا الباب باللعن لماذا؟ لأن المندوحة قائمة في حال الصدق وهذا معنى قولي نستطيع أن نتلمس النكتة روح النكتة باعتبار حالهما في حال صدقهما وهذا الذي غاب عن مفسرين لم أجد من اقترب منه أصلا وهذا الذي يعطيه روح القرآن وروح الشرع المطهر روح القرآن وروح الشرع المطهر أمامك مندوحة وأجرها عظيم لماذا لم تفعل؟ أما وقد كذبت؟ أوه وبالعكس تماما أيها الإخوة هي فرصها أضعب بكثير والمندوحة لكي تصنعها أشق عليها بكثير لو اعترفت بأنها فعلت أترك الحد هذا أترك إيه؟ الحد ما هو أعظم من الحد بل ما هو أعظم وأشق من الموت عليها ما هو؟ فضيحة الأهلين فضيحة الآباء والأعمام والأجداد والإخوة والأخوات والأبناء والبنات فضيحة كبرى تعيش معهم الدهر ولا تنسى تعيش معهم دهرهم ولا تنسى ولا تمحى فالمندوحة أمامها ضحيفة والفرص قليلة ودواعي الكذب في حقها ماذا؟ أكبر دواعي الكذب في حقها أقوى يقول لك أكذب لكي أشتر إيه؟ عرض أهلي على الأقل وليكن ما يكون الله بعد ذلك يحاملون بما شاء أما هو فالعكس تماما لذلك كان حاله إذا كذب أبشع وأشنع فأوعد باللعن وحاله أقل بشاعة وشناعة فأوعدت بالغضب والله تبارك وتعالى أعلم إيش عجيب جميل هذا القرآن الكريم لا إله إلا الله وكان يمكن أن يتوعد الاثنين بالغضب أو الاثنين باللعن أو الاثنين كليهما بالغضب واللعن معه لم يفعل أوعد الكاذب الملاعم باللعن وأوعد إيه؟ الكاذب الملاعن بالغضب لا باللعن فسبحان من هذا كلامه وجل من هذا نظامه لذلك لا بد أن يثور القرآن بالتفكير فيه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا